السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا عندنا فلاشة خربانة او مش متعرف عليها نظام سواء عندك هاردسك خارجي او فلاشة او حتى هاردسك داخلي حاب انك ايش انك تسوي له فرمات او انك تصلح فيه طريقة طبعا ما تصلح على كل الفلاشات او كل الهاردسكات انه ممكن يصير فيه عطر ميكانيكي فما ما تنفع للطريقة فلكن في الغالب ثمانية بالمئة انها تنجح اول شي نكتب هنا موجه الاوامر هنا موجه بالعربي موجه الاوامر طيب بالانجليزي اذا كان انجليزي ننسى خالي الكلمة تمام ننصقها هنا وطلع لي موجه الاوامر انا بكتبها بالعربي موجه الاوامر الان نفتحها طيب كل ما عليك كل ما عليك عزيزي المشاهد انك تنسخ الكلمات هذه وتلصقها هنا لكن في حاجة لازم تغيرها اللي هو الخيار الثالث هذا لازم انك تغيره هذا على حسب يعني شوفوا انتم الان هذا الهردسك الاول هذا الهردسك الثاني هذا الهردسك الرابع هذا الهردسك الخامس هذا الهردسك السادس هذا الهردسك السابع فلازم تنتبهون من هذه النقطة فانت تغير هنا تغير على حسب الهردسك وش المتعطل عندك هل هو اربعة هل هو ثلاثة هل هو ستة فاللي متعطل هذا يحسبها بالصفر يعني يصير صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهذا السادس تمام؟ طيب ما علينا من هذه ننسخ الكلمة الثانية وننسخها او عفوا ما باب دينا ننسخ وشين الكلمة الاولى ننسخها هنا بعدين ننسخ كلمة الثانية ننسخها هنا بعدين الان جتني الخيار هذا اذا هو حاسب سي بالصفر سي رقمه صفر وهذا الهاردسك الثاني الثالث الرابع الخامس الى الاخره هنا الهاردسك هذا هو المتعطل عندي اللي هو هذا تمام؟ فحطيت رقم ستة ذلك ننسخ نحط لسخ لان الرقم ستة هو المتعطل طيب اشتبه الان يقول نبغى كلين الآن يسوي عملية كلين او تنظيف الآن ننسخ هذه الكلمة نحط لسق الآن صفر بالمية ننتظر شوي لما يتم يعني الانتهاء من عملية الفورمات بصيغة ف اس ان تي ف اس طيب وش اسمه؟ طبعا كل كلمات هذي موجودة في رابط الوصف ممكن تحمل هذي كاملة او انك تنسخ الموجود في وصف الفيديو طيب الان انتهينا طيب اخر مرحلة اخر مرحلة خلنسوي فحص طيب اخر مرحلة اللي هي اننا نحط بقرصة يكون T طبعا هنا تبتغير تبتخلي قرصة يعني هنا C D E F G R نبنخليه T نبنخليه T هنا تقدر تغيرها وتختار اللي انت تبغى طبعا شوفوا اشتغل ما تلاحظون اشتغل هنا معانا مضبوط تمام ولكن برضو نحط هذه وخلاص تضبط معانا ان شاء الله مئة بالمئة نسوي لها تهيئة وعلى صيغة انتي في اكس ان شاء الله تضبط ننتظر شوي خلاص تمت التهيئة الآن اشتغل معانا مئة بالمئة شكرا لكم